هعمل معاكم النهاردة وصفة تحفة جدا لإزالة التجعيد وتصغير سن البشرة وشد البشرة مهما كان عمرك فوق الخمسين سنة هتصغري جدا وكل هسألك انت عملت ايه بيزيل اي خطوط في البشرة وكمان هتفتح معاك البشرة من دراجتين لتلاتة تابعيني لاخر الفيديو عشان نشوف عملنا ازاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله رجعلكم فيديو جديد ووصفة جديدة وصفة النهاردة وصفة تفتيح خرافة جدا فتح معاك البشرة من 3 ل 4 درجات في أقل من نصف ساعة هتفتح البشرة مش بس كده هتشيل اي تجعيد اي خطوط اي مسام واسعة وكمان مع الاستمرار على الوصفة دي مش هتضطر لا تحطي لا مكياج ولا اي مواد مبيضة على وشك النتيجة بتبقى من اول استخدام عفوا وكمان مكوناتها موجودة في كل بيت ومش مكلفة اطلاقا هتصغر وشك اكتر من 10 سنين هتشيل اي كلف اي حب شباب اي نمش في البشرة او عادك ان انت بعد الاستخدام الاول هتحل معاك كل مشاكل البشرة وهتديك نظارة رهيبة جدا قبل ما اقول الوصفة تسيرش تدعميني باللايك وتشيرك في القناة وتفعالي الجرس عشان يصلك كل جديد اول حاجة اول مكون هجيب بس كده الاول الطبق بتاعي اول مكون معايا هو الدقيق الدقيق معروف جدا ان هو بيعالج حبوب الشباب بيفتح جدا البشرة بيشيل اي كلف بيشيل اي اثار الندبات بيفتح ببيض البشرة الصمراء مهما كنت صمراء وكمان بيرطب بيزود البشرة مش بس كده كمان بيشد البشرة بيشيل اي تاجعين اه هاخد معلقتين صغيرين كده من الدي اي الابيض وتاني مكون انا احضر الكركم طبعا زي ما احنا عارفين اصله هندي الهنود ما بيستغنوش عن الكركم في اغلب وصفاتهم ليه التفتيح وكمان في الصين تحف جدا جدا بنات الهالات السوداء ويعلاج الكلف والنمش واي مهما كنت صمراء كلكم ده هيفتحك وكمان لان هو بيقوي الدورة دموية في الوش وبيكافح اي حبوب بيشيل اي تاجعين وبيشيل اثار الندوب اللي بتظهر يعني من الحبوب كده كمان مش بس كده مستو ان هو بيبطق نمو الشعر اللي حططيه على وشك في اي خلطة وبعد ما تشيل الشعر هيبطق جدا نمو الشعر ومش هيطلع عليكي شعر تاني وكمان بيزود الكولوجين وبيدي نظارة رهيبة جدا للبشرة هياخد حوالي يعني نص معلقة كده من الكركم بالشكل ده ومعلومة مهمة جدا يا بنات ان انتي وانتي بتقولي العطار عايزة كركم فيه نوعين كركم فيه نوع كركم للأكل ونوع كركم للبشرة هاتي البشر لان بتاع الاكل ده بيبقى فيه عليه اضافات تانية وبيصفر الوش وما بيعملش اي نتيجة لازم تجيبي الكركم الخاص بالبشرة هقلب كده المكونات وهاجل المكونات دي بقى بمية ورد مية الورد تحفة قوي للبشرة بتنقل البشرة بتضيق اي مسام واسعة لان هي كمان بتنشط الاكسجين فيه الوش بتديه نظارة وبتشيل اي هالات سودا وكمان البشرة دهنية بتقلل ايزود جدا وبتنعم البشرة جدا جدا مضادة للاكسادها وبتمنع علامات تقدم العمر الوصفة دي بشكل عام بتشيل اي اثار تقدم للعمر التجعيد خطوط اي حاجة وبتضيع اي تجعيد وكمان بتعالج اي حب في الشباب برضو مية الورد تحفة قوي قوي لازالة اي حروق شمس يعني انا هاجن يعني مية الورد دي على حسب نوع دي في نوع دي بياخد مياه كتير في نوع دي بياخد مياه قليلة انا هاجن لحد ما تبقى قوامها كريمي وبقى زي الكريم انا حطيت مية الورد لحد ما بقى معي قوام كريم كده بالشكل ده هو ده قوام المناسب الوصفة دي هتحطيها على وش نظيف تكوني غسلة وشك كويس او يبقى اي غسول مناسب لوشوتك سواء كانت تمنية او جفة وهتوزع الخليط ده بايدك او بفرشت الميكوب يعني وهتسيبي هتفريدي على وشك كله كمان الهالات الوصفة دي بتشيل الهالات بطريقة رهيبة جدا هتسيبي الخليط ده مش اقل من نص ساعة هيبتدي هتحس ان انتي بعد ما تحطي وشك مشدود جدا 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 هتخسلي وهتشوفي جمال وبيض وصفاء بشرتك او عيدك ان شاء الله هتفتح معاكي الوصفة دي من دراجتين لتلاتة لكن هتستخدمي هتستخدم المسك ده مرتين فيه الاسبوع ولازم تدوم عليه عشان تلاقي نتيجة هيلة اتمنى تكون الوصفة عجبتكم سوش بقى اللايك والشير عشان الكل يستفاد والسلام عليكم ورحمة الله